لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي أثار جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض في مصر الحكومة تعول على القرد للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار والحصول على شهادة ثقة بالاقتصاد المصري ولكن سلسلة الإجاءات الاقتصادية التقشفية التي اتخذت حتى الآن تثير العديد من مخاوف المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود حسب الأحصائيات الأخيرة 27% من سكان البلاد لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم اليومية فكيف تساعد الحكومة المصرية هذه الفئة في الوقت الحالي؟ هل من خيارات أصلاً أمام خيارات أخرى أمام الحكومة للنهوض باقتصادها المتعثر؟ دوفي في النقاش من القاهرة الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور متحة نافع من لندن الدكتور ناصر قلوون الخبير الاقتصادي والأستاذة في جامعة لندن أهلاً بكما في هذه الحلقة من مسائية دي دابليو أبدأ النقاش معك ياهلا أبدأ النقاش معك دكتور نافع لكي نبسط الموضوع الشائك وصعب يعني اللغة الاقتصادية دائماً صعبة بالنسبة للمشاهد فنبسطها معاً بطريقة غير معقدة وبعيدة عن اللغة الاقتصادية كيف سيستفيد المواطن من آخر قرار اتخذ؟ ألا وهو قرار رفع الدعم الحكومي عن النفط كيف سيستفيد مباشرة أو غير مباشرة من هذا القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحكومة في اتخاذها لهذا القرار تنظر إلى الاستفادة غير المباشرة للمواطن بطبيعة الحال الأثر التضخمي لارتفاع أسعار المحروقات ملموس ومباشر ولن نستطيع أن نقول أن الفائدة مباشرة للمواطن نظرا لأن هذا الأثر التضخمي يتلاقى أو يتضاعف بفعل تعويم الجنيه الذي له أيضا من الأثر التضخمية ما له أعتقد أن الحكومة راهنت على أن القرارين لهم أثار تضخمية يمكن استيعابها واحتواءها بفعل رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وهو 3% وبالتالي امتصاص المعروض النقدي بشكل كبير وبالتالي خفض أو كبح جماح التضخم هذا ما راهنت عليه وهي مجازفة الحقيقة لكن أعتقد أنها في موضع النظر والترقب كما كان المحافظ في موضع الترقب في بيانه الذي صادر بالأمس الآن الشعب يمنى بأن الحكومة ستتخذ من الإجراءات ما فيه أن التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وطبعا تدريجي حتى لا يحدث هو بدوره أثار تضخمية جديدة ثم وصول الدعم المستحقي عبر القنوات المختلفة التي يتم تطقيقها ويتم التأكد من أن خواعد البيانات تم تنقياتها بشكل جيد عظيم دكتور ناصر قلوون أرحب بك سوف أعود إليك دكتور متحف نافع لكي نفصل تحديدا ما قلته دكتور قلوون أرحب بك هذه الإجراءات كما ذكر ضيفي من القاهرة من المفترض أن تنعكس إيجابا بشكل غير مباشر على المدى ربما المتوسط وأيضا على المدى الطويل ولكن على المدى القصير من وجهة نظرك ومن خلال قراءتك أيضا أي تأثير لها على المواطن المصري سمعنا أيضا ربما هناك مخاوف من أن ترتفع أسعار الكهرباء سمعنا مثلا بأن هناك مخاوف ربما هذه القرارات قد تؤدي أيضا إلى قرارات أخرى من بينها النفط أتحدثنا إلى قرارات أخرى قد تؤدي المواطن بشكل أو بآخر ما رأيك؟ بالطبع المواطن يعتمد على الدولة كي تراقب الأسعار وتفتش هناك وعود بتشديد أجهزة الرقابة ليس فقط من الأعلى لكن بالمفتشين وغيرهم لكن بالماضي نحن عندنا حذر كمراقبين بأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع أنه مطلوب اقتصاديا مطلوب استثماريا مطلوب تجاريا مجالس الغرف التجارية لكن محفوف بمخاطر سياسية اجتماعية بأن تطبيق هذه الإصلاحات يأتي بطريقة سريعة جدا وليس بطيئة تأخرت وعدت بها الفئات المستفيدة مثلا تنقية فئات المستفيدين لعدم من يستفيد من دعم الطاقة المواطن البسيط بشكل ضئيل جدا المصانع الكبرى أصحاب المصانع الكبرى يستفيدون إذن كيف تأتي القرارات بدون تنقية اللواحد رقم واحد رقم اثنين بالطبع أن هذه الإصلاحات أرضت صندوق النقد الدولي أرضت البنك الدولي أرضت جهات الاستثمار الأجنبي والمصريين في الخارج تحويلات المصريين بالخارج وهذا أمر في المدى المتوسط تعزيز الصيقة أنا قلت إعادة الصيقة إلى الجهاز البنكي المصري ولكن حضرتك قلت بأن هذه القرارات جاءت سريعة هل من خيارات أخرى أمام الحكومة المصرية دكتور قلوون فقط لكي نعلق على هذه الكلمة هل من خيارات أخرى لديها سوى أن تأخذ القرار تلو الآخر أم أنه كان هناك لديها نوع من الحرية باختيار القرار بأن يكون هناك مسافة بين قرار وقرار آخر لأن حسب ما فهمنا يجب عليها أن تتخذ القرارات مباشرة الواحد تلو الآخر لحماية أيضا الميزانية وحماية أيضا سوقها أليس كذلك الصحيح استحققات كبيرة على الخزانة المصرية ربما برأيي كان هناك انتظار لمدة عامين لتحسن أوضاع احتياط النقد الأجنبي في مصر لكنه بقي في التراجع وبقي في حدود 19 بليون دولار مقارنة ب36 بليون من ستة سنوات إذن انتظار لتحسن الأحوال لم يحصل رقم اثنين برأيي هناك عوامل خارجية بأن شركاء مصر التجاريين الاتحاد الأوروبي وغيرهم لم يتحسنوا وبستالي ضربة هذا الأمر ورقم ثلاثة برأيي أن الصادرات المصرية كذلك لم تتحسن وبالتالي إضعاف الجنيه الآن بقيمته ربما يحسنها لكن مستوى البطالة المرتفع برأيي قد يذهب بهذا الأمر الحكومة والقيادة السياسية برأيي جاهزة لتلقي صدمة أنا قابلت طارق عامر حاكم البنك المركز المصري منذ عام هنا قبل تسلمه المسئولية بأسبوعين وعنده شخصية قوية من ناحية لنقل حازمة حتى أنه كلام فيما بينه قال أنا ديكتاتور من الناحية الإدارية حتى أنفذ التوصيات المهمة لمصر وهذا الأمر مهم جدا لكن السؤال أي حكم بنك مركزي في العالم ليس له مسئولية سياسية مسئولته إدارية تجاه صاح القرار وعنده برأي الحكومة والرئيس السيسي ما تحمل المسئولية وفيها مخاطرة نعم نعم سنتحدث عن المخاطرات ولكن دعني أشك بالحديث الدكتور متحط نافع وليكي أسأله أسأله تحديدا عن القرار الأخير الذي بدأ تنفيذه ابتداء من اليوم رفع الدعم عن النفط هذا القرار دكتور نافع نحن نعلم بأنه عدة رؤساء للجمهورية المصرية حاولوا أن يتجنبوه صراحة نظرا بأن هذا الأمر سيغذي الاحتجاجات في الشارع قيل أيضا بعض المعلومات الاقتصادية أن هذا القرار كانت الحكومة تريد أن تتخذه في عام 2014 ولكن تم تأجيله نظرا لتغير أسعار النفط الآن اتخذته هناك حديث أنه في الحادي عشر من الشهر الجاري سوف تكون هناك احتجاجات شعبية نظرا الوضع الاقتصادي المتردي في مصر هل تعتقد أن قرار من هذا النوع والسرعة باتخاذه مباشرة بعد تعويم الجنيه قد يعزز من موضوع الاحتجاجات في الشارع الذي نتوقعه في 11 الشهر الجاري أما هي التوقعات الآن في هذا الموضوع مبدعيا فطورة الدعم الحقيقة كنسبة من الموازنة شبه مستقر يعني تمثل تقريبا ربع الموازنة الأجور هي التي بدلت المكان وبدلت وضعها مع خدمة الدين خدمة الدين ارتفعت إلى ثلث الموازنة الأجور مازالت الربع أو أقل من الربع بقليل وسائر المصروفات الأخرى يعني هي التي يتبقى لها الجزء اليسير يبقى إذن أنا بالنسبة لي الدعم لم يعود هو المشكلة الأكبر أنا بالنسبة لي الدعم يمكن أنظر إليه إلى تحويله إلى دعم نقدي كلما أمكن لأن الدعم العيني على فكرة حتى وفقا لخبراء الذين وضعوا الأسس للتحول إلى الدعم النقدي منهم سايتوفسكي يعني له فوائده لكن خلينا نتكلم بعيدا عن علم الاقتصاد لكن إذا كنا عايزين نحسن الدعم فعلينا أيضا أن نرفع من الكفاءة يمكن ده موضوع مقالي في الأهرام النهار الكفاءة مهمة جدا يعني ما جيش أقول أنا علي تسكرت المترو عشان أنا بخسر طبعا أنت بتخسر لأسباب أخرى متعلقة بالإدارة والكفاءة يمكن إصلاحها صحيح أن الأمور دي ممكن تاخد وقت لكن مش عايز دايما الحل السهل يبقى البحث أو البحث فيه جايب المواطن دي نقطة مهمة هل يزيد هذا من الصخط الشعبي ربما لكن الشعب يعني لديه شبه قناعة بأن الصخط لن يضيف إلا مزيد من الألم ويضيف مزيدا من التردي في الأوضاع يعني جربنا مختلف السيناريوهات وجربنا على مدار من 2011 حتى الآن مختلف السيناريوهات ليس دعوة للخنوع أو دعوة للرضى بالأمر الواقع أي ما كان لا هي دعوة للبحث عن المخرج الحقيقي المخرج الحقيقي إصلاحي وليس ثوري الإصلاح الاقتصادي يقتضي مننا أن صحيح هناك فطورة تدفع لكن إحنا عايزين الفطورة دي مش المواطن اللي ادفعها لوحده عايزين نحاول نخلي الحكومة تدفعها معنا وده اللي خلى بعض اللقاءنا أنا وبعض الاقتصاديين الزملاء مع رئيس الوزراء كان ده كلامي يعني كان محور كلامي أننا لازم الحكومة تضرب مثل وبالفعل الحكومة تاني يوم طلعت قرار له علاقة بإجراءات تقشفية لا أعتقد أنها مفيدة أوي لأنها متعلقة بمصروفات معينة لا تمثل كثير يعني وزن كبير في الموازنة لكن على الأقل كانت مبادرة أو بادرة طيبة علينا الآن أن نعمل على في المصار الصحيح الخاص بالهدر والفاقد يجب أن نوقف الهدر والفاقد في المصروفات وفي إدارة الدولة طيب دكتور متحة نافع عندما تقول يجب أن يكون هناك يعني دعم نقدي للمواطن وهي يعني أحد الأمور التي يتم تحدث عنها صراحة كثيرا الآن لكي يشعر المواطن أنه لم يترك يعني لوحده في هذه المعاناة لأن هذه القرارات جدا مؤلمة قد تكون مؤلمة في الوقت القريب الدعم النقدي كم تحتاج الحكومة لكي يعني هو بين ليلة وضحاها لأن القرارات تتخذ الآن ولكن هل الدعم النقدي سوف يعطى الآن أم متى من وجهة نظرك حقيقة الأمر في الموازنة الحالية الحكومة يعني تحدثت عن ما قيمته تقريبا 430 مليار جنيه كشبكة ضمان اجتماعي أو حماية اجتماعية الدعم النقدي طبعا لا يمثل فيها إلا جزء بسيط جدا هو ما وجه إلى برنامجي تكافل وكرامة وتحت رعاية وإشراف البنك الدولي والنجاح لحققته الحكومة في هذا البرنامج على النطاق الضيق الذي يعني نفذ في إطاره من المستفيد منه عايزين نوصله المليون ونص مواطن مش أسرة في وقت قريب بالإضافة إلى معاشة ضمان الاجتماعي ربما يكون هذا ما عول عليه رئيس الوزراء في الانتقال إلى الدعم النقدي بالتدريج لأنه لا يمكن نرفع الدعم العيني يعني دفعة واحدة فهو ده يمكن ما هي هذه التحفظات ولو باختصار لو سمحت يعني هل هو كاف وما هي تحفظاتك عليه لا مش بالضرورة يكون لا هو حاليا مش كافي طبعا يعني بطبيعة الحال مع معدلات فقر تصل إلى 30% وفقا للبيان الرسمي أو 27% وفقا للبيان الرسمي ولو أعملنا خط الفقر العالمي لزادت كثيرا ليس كافيا لكن نحن نتكلم على ميزانية أو موازنة موازنة الدولة تحت ضغط كبير وتعاني من الفقر هي نفسها على المستوى الكل لكن أو التراجع يعني في المؤشرات الاقتصادية المختلف فخلينا نتكلم بواقعية تحفظات هي كما قلت من قبل أن الدعم العيني له أهدافه يعني دعم الغذاء مثلا يؤدي إلى أهداف لها علاقة بتنمية صحة المواطن لها علاقة بزيادة انتاجيته فلما أجد لنواحد فلوس مثلا وقل له روح أصرف على أسرتك ممكن ياخدها يشتري بها مع السل أو دخان وساعتها لأولاد ما يكلوش وما يشربوش مثلا يعني فطبعا هذا النموذج ضد هدف الدعم يعني كل دعم له هدف فالإبقاء على قدر من الدعم العيني لفترة ما هو أمر قد يكون ضروريا وقد يكون مطلوبا عظيم دكتور ناصر قلوون ما رأيك في ذلك؟ يعني الحكومة تتحدث كدعم مادي له الآن الآن استمعنا إلى رأي الدكتور متحة نافع أريد أيضا قراءتك في هذا الموضوع ورأيك فيه يعني الحكومة بشكل عام تسمع لنصائح البنك الدولي وبرأيي أغلب البرامج هي كانت برامج نموذجية تجربية ولم تنتشر بشكل عام لكي تعطي فائدة اقتصادية أنا أتساءل مثلا وعود بمدن صناعية مثلا في الصعيد وفي النوبة لا يتحقق منها هناك مستوى الفقر ملقع جدا وبالتالي برأيي سياسة الحكومة لامتصاص نقمة حواش المدن والضواحي والحواضر الكبرى بحكم أن الوعود الاقتصادية يجب أن تنفذ النواية جيدة لكن التطبيق برأيي تأخر إذن الفايلوت سكيم رقم واحد هناك اثنين أنا أتفق مع الدكتور مدحد بأن هناك أمور رمزية جاءت في التقشف مثلا تقليص عدد البعثات الدبلوماسية لكن برأيي في الخارج وهذا الأمر يعني يوفر صحيح لكنه رمزي ما يوفر برأيي هي الميزات لكبار الموظفي الدولة حتى يشعر المواطن الفقير بأنه يعني تضحيته مقابل تضحية لاسة رجال الأعمال أقول إنما تضحية كبار وكلاء الوزارات وغيرهم التوظيف الشامل للخرجين وغيرهم مما يرخم ميزانية الدولة كثيرة باستطاعة صانع القرار أن يقوم بها وبرئيس يقوم بها لكن الآن هي الرسالة للعالم الخارجي لصندوق الاستثمار الخاصة للقول تطلع إلينا صندوق النقد الدولي أخذنا القرد أو 12 بليون دولار على ثلاث سنوات الإصلاح الاقتصادي جيد إذن يجعل الاستثمار العربي رقم واحد يأتي الاستثمار الدولي وراءه وتحويلات المصريين 20 بليون دولار لا يأتي نصفها عبر كما حصل سابقا في السوق السوداء والنصف الآخر عبر البنوك مما يخسر المصريين بالخارج وبالتالي إعادة هذه الخطة كي تكون بطريقة سريعة فيها استرضاء للخارج بالرغم قول شريف إسماعيل رئيس الوزراء أنها خطة مصرية 100% صحيح هذا الأمر وبالتالي الحكومة المصرية تتحمل المسئولية وبالطبع هناك سمار لها لكنها في المدى المتوسط كما أرى دكتور ناصر قلول ولو باختصار شديد لأنني أريد أن أخبر المشاهد قليلا عن ماذا نتحدث عن شروط صندوق النقد الدولي ولكن قبل أن أنتقل إلى ذلك باختصار شديد حذرتك ذكرت بأنه يجب يعني أن يحاسب أيضا الأغنياء لكي يرى دويد دخل المحدود بأنه هذه الأمور لا تطالهم فقط بل أيضا تطال منهم يملكون الأموال وربما لا يدفعونها كما هو يدفع ألا تعتبر أيضا أن رفع الدعم الحكومة عن النفط يعني هو أحد هذه الأمثلة أي بمعنى أن الأغنياء كان يستفيد الشركات الكبرى كانت تستفيد منه أكثر من المواطنين أصحاب الدخل المحدود هل بإمكاني أن أضعه في هذه الخانة وتأخذ أرباح كبيرة الشركة صحيح بالضبط لكن أنا يعني هذا الأمر أنا لا أقول عدم دعم الصناعة الكبرى مصر تريد أن تصدر أكثر هذا من تخفيض الجناه هذا أحد العوامل مثل الصين تخفض قيمة العملة تزيد الصادرات وتخف الواردات بنفس الوقت لكن أنا أريد مصر ربما تتمثل بالهند الرئيس السيسي كان مؤخرا في الهند الرئيس الوزراء الهندي مودي أعطى مثل بإعطاء غرامات مبسطة أو بسيطة جدا للرأس المال المكنوز تحت الوسائد تحت المخدات وبالتالي جاء في فترة 3 أربعة أسبوع 6 بليون مقدر بالهند مئات البلايين من الدولارات مكنوزة خارج نطاق الدورة الاقتصادية وبالتالي إذا قامت مصر بهذا الأمر ستستفيد البنوك والبنوك جائعة للسيولة الدولارية عم ماذا نتحدث؟ شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرد بقيمة 12 مليار دولار ما هي هذه الشروط؟ نستمع إليها شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرد بقيمة 12 مليار دولار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وهو إجراء التزمت به مصر منذ يوم أمس ويتوقع أن يكون له تداعية سلبية على الأسعار المزيد من خفض الدعم الحكومي وإلغاء دعم الطاقة بصورة تدريجية ما يعني زيادة أعباء العائلات وخاصة محدود الدخل في حل ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه العمل على خفض عجز الموازنة العامة ويتجل ذلك من خلال خفض الإنفاق العام تعزيز الإيرادات العامة للدولة وذلك من خلال فرض درائب كما أعلن رئيس الوزراء اليوم طرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب إذن هذه كانت الشروط التي دكنها الدكتور متحط نافع يعني هناك حديث بالفعل عن ضريبة تصاعدية على دخل الأفراد وليس الشركات هذه المرة من وجهة نظرك أول شيء رأيك وثانيا كيف ستكون ردة الفعل من وجهة نظرك هذا التزام دستوري يعني التزام الدستوري بتصاعدية الضريبة من أجل تحقيق عدالة ضريبية لكن الأهم من كده أن هيكل الضريبة عندنا مختل مختل إذن الضرائب غير المباشرة ممثلة في ضريبة المبيعات اللي أصبحت استبدلت بضريبة قيمة المضافة تمثل تقريباً 65% من الإيرادات الضريبية مقابل 35% للضرائب المباشرة الوضع معكوس في معظم الدول المتقدمة وبالتالي تحقيق العدالة الضريبية يقتدي أن تحصل على الضريبة بشكل مباشر من أجل أن تميز بين من يفرد عليه الضريبة ومن يجب أن لا يفرد عليه نفس القدر من الضرائب يبقى الاتجاه ناحية مزيد من ضرائب الداخل أمر محمود لحد ما لكن مع مراعاة عملية الانضباط في التطبيق وعملية وقف الهدر كما قلت من خلال التهرب الضريب أنا عندي قضايا تهرب ضريبة في المحاكم بـ 60 مليار جنيه أنا عندي مهن حرة كتير جدا لا تدفع أي ضريبة المدرس الخصوصي ده ما يدفع شوال المليم للدولة وبيكسب مئات الألاف يبقى لازم الأول أوقف في الكلام ده لأن في الآخر الملتزم فقط هو الذي يعاقب بأن يدفع الضريبة واحد زي حالتي بقبض من الدولة مثلا أو من مؤسسة ما بيتخصم أجري من المنبع بيتخصم مني الضريبة وبالتالي مش المفروض أننا لتحمل العبء ده الوحدي حتى هذه اللحظة الضريبة الإرادات الضربية لا تمثل أكثر من 12-13% من نتج المحل الإجمالي وهي نسبة منخفضة للغاية المتوسط العالمي 14% من كذا سنة دلوقتي ارتفع عن هذا متوسط طبعا في دول الدول المتقدمة بيصل إلى 30 و40% الإرادات الضربية ما زالت قليلة منخفضة جدا عجز الموازنة فعلا بلغ نسبة مخلقة الـ 12% في الحساب الختامي السابق مرشح إلى أن يحقق نفس المشكلة خاصة وأن تطبيق القيمة المضافة التي كان من المتوقع أن تحقق 30 مليار جنيه أو 35 مليار إضافية لم تطبق في موعدها المناسب وبالتالي عندي استحقاقات كثيرة جدا تأخرت عايز أقول أن كمان مسألة القرى الأكثر فقرا في الصعيد أعتقدناها مستهدفة ببرنامج 8 مليار دولار حتى عام 2029 من البنك الدولي صندوق النقد الدولي بيحاول يحل مشكلة أساسية وهي عجز هيكالي في ميزان المدفوعات هو هيكالي ومزمن الحقيقة في ميزان التجارة والمعملات الجارية لكنه مستحدث في المدفوعات نتيجة تأخر المنح والمساعدات أو غيابها في الفترة الأخيرة عظيم معلومات جدا مهمة السؤال الآن لدكتور ناصر قلوون ونضبط الوقت أنا وحضرتكما لأن الوقت يدهمني دكتور ناصر قلوون الآن ربما المشاهد المصري الذي يتابعني يسأل نفسه طب متى سنحصل على هذا القرد 12 مليون يعني نحن سوف نعاني من تبعات هذه القرارات الاقتصادية هي مفيدة على المدى المتوسط والبعيد لنا جميعا ولكن الآن هل سنحصل على هذا القرد ومتى تحديدا خلال شهرين كما أعلن المسؤولون المصريين هناك انتظار ل نعم 12 مليار دولار لكن ليس هو فقط نقل للإنفاق هو نعم من تمويل عجز الميزانية وهذا أمر مهم جدا لكن برأيي الفائدة غير المباشرة بفتح أسواق الاستثمار في مصر مقفلة منذ خمس أعوام المستثمرين الخارجيين حتى الرئاسمال الوطني هرب ولم يرجع وبالتالي أكبر فائدة لصنع القرار المصري هو عودة الاستثمارات الوطنية هذا رقم واحد لا نحن لا ننسى أن مصر هي خارج نطاق سوق الإقراض الدولي تركيا مؤخرا انضمت عندها سهمها جنك لاحد سعر الفائدة ربما 15% إذا راد أن تستدين من السوق الدولي مع مخاطرة كبيرة إذن الأمر إعادة السقة رقم واحد ورضى صندوق النقد الدولي رقم اثنين بأن هناك صحيح كما قال الضيف من القاهرة هناك رؤية 2030 كلام حلو ومعصول جدا لكن هناك خطة 2018 وبالتالي هي الصعبة الآن في طور التنفيذ إذن برأي الرئيس السيسي أعطى المواطن المصري هدايا منذ عامين أو ثلاثة الآن جاء وقت التنفيذ للخطط وليس فقط أخذ الهدايا من الخارج أو الداخل أريد أن أعطي هنا تحدي أمام الحكومة المصرية إصلاح البيروقراطية أستاذنا الراحل نزيه نصيف أيوبي وهو مصري عنده كتابات رائعة في هذا المجال منذ أكثر من 30 سنة لم أراك هناك تحسن في المؤشرات المصرية التنافسية ممارسة الأعمال لكن مصر بصراحة ما زالت فيه أكثر من 80 درجة من أصل 180 درجة وبالتالي عليها أمر كبير حتى تعمله جهود ورقم اثنين هناك جزر ناجحة في مصر للرأسمال الخاص مثلا شركة سنتامين لعندها أكبر مناجم الزهب الخارج عن نطاق الاحتكار الدولي في السكري ناجحة سعر ساهمها يعلو إذن يستطيع رأسمال الخاص في مصر أن ينجح عظيم دكتور متحة نافع نختم معا 30 ثانية لو سمحت ما هي توقعاتك الاقتصادية الآن بالنسبة لمواطن المصري ما الذي نتوقعه متى ستأتي الضريبة المضافة 30 ثانية نحن في حالة تراقب لأثر التعويم لأن التعويم الحقيقي سيتم اعتبرا من يوم الأحد القادم كان هناك حدود سعرية في يوم الخميس في الانتربانك وبالتالي التعويم الحقيقي سيبدأ في يوم الأحد القادم سنراقب سنراقب التزام الغرف التجارية بما اتخذته على نفسها من عهود مرتبطة بتخفيض الواردات وإيقافها لبعض الوقت في أسبوعين وتخفيضها لمدة ثلاث شهور سنراقب حالة الأسواق ومدى الموجة التضخمية هل بالفعل حدت منها رفع أسعار الفائدة أم لا عندنا سعر فائدة لأسف بيثبت الاستثمار لكن لفترة قصيرة لما يوصل 20% الاستثمار يعني غالبا سيجد أن الوديع أأمن بكتير هي والشهادة من أي أنواع الاستثمار الأخرى لكن ده لفترة محدودة فقط شكرا لك الدكتور متحط نافع أشكرك أدن الدكتور ناصر قلوور على كل هذه المعلومات والتوضيح شكرا لكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل اتهامات جديدة للمملكة العربية السعودية بدعم الأرهاب لماذا الآن ولماذا هذا الهجوم عليها الآن بعد الفاصل